أهلا بكم في هذا الدرس نتعلم the most common prefixes يعني البادئات الأكثر شيوح في اللغة الإنجليزية prefix هي لاسقة أو جزء من كلمة يضاف للكلمات في بدايتها لتغيير المعنى وإضافة معنى آخر أول prefix نتعلمها اليوم هي anti والتي تعني ضد against opposed to مثلا anti-government ضد الحكومة أو مضاد للحكومة anti-racist مضاد للعنصرية مناهض للعنصرية anti-racist anti-war معاد للحرب anti-war الثانية هي auto التي تعني self يعني ذاتي مثلا autobiography سيرة ذاتية فbiography تعني سيرة سيرة حياة autobiography سيرة حياة ذاتية التي يكتبها الشخص عن حياته هو automobile automobile هو متحرك auto ذاتي يعني ذاتي الحركة السيارة هي automobile car automobile يعني ذاتية الحركة تتحرك بنفسها d هي بديئة تعني يعكس reverse أو يغير or change de-classify classify تعني يصنف de-classify يزيل من التصنيف de-contaminate contaminate يلوت de-contaminate يزيل المادة الملوتة أو المادة الخطيرة أو السوم de-contaminate motivate يحفز de-motivate ضد يحفز يعني يثبت الهم de-motivate this لديها نفس المعنى تقريبا مع de فهي تعني يعكس أو يزيل وتستخدم كذلك لإعطاء معنى مضاد للكلمة agree agree يوافق disagree يخالف لا يوافق pleasure المتعة pleasure displeasure displeasure الاستياء pleasure تعني كذلك الرضا تعني المتعة والسرور والرضا displeasure الاستياء عظم الرضا غضب طفيف qualify يؤهل qualify disqualify يجرد من الأهلية ضد qualify أو يحرم من الاشتراك مثلا down down هي بدأة يعني يخفض أو ينقص مثلا downgrade يخفض إلى درجة أدنى أو ينزل إلى درجة أدنى لأن grade تعني درجة to grade something أن تعطي درجة لشيء ما مثلا to grade papers أن تقوم بتصنيف أو إعطاء درجة للأوراق تصحيح أوراق التلمين مثلا وتعطي عالم لكل ورقة تسمى grade أما downgrade فأن تنزل مثلا أعطيت عشر تعطي تسعة downhearted downhearted تعني discouraged يعني مثبت الهمة downhearted extra extra تعني beyond بمعنى خارجة أو أكثر من أو يفوق كذا مثلا extra ordinary أكثر من عادي خارج النطاق العادي فordinary ordinary عادي extra ordinary خارج النطاق الأشياء العادية خارق للعادة extraterrestrial extraterrestrial خارج الأرض لأن terrestrial تعني أرضي فtear أو tear بالفرنسية ما هي الأرض تع terrestrial أرضي extra terrestrial خارج كوكب الأرض hyper hyper تستخدم بمعنى extreme يعني زائد أكثر من اللزوم أكثر من اللزوم hyperactive نشيط أكثر من اللزوم active نشيط hyperactive نشيط أكثر مما يجب hyper tension يعني ارتفاع ضغط الدم فالتنشن هو الضغط وhyper زيادة عن اللزوم زيادة هذا الضغط ارتفاعه أكثر مما يجب هذه البديئات كلها l-m-n-r تعني لا not تستخدم لإعطاء الصفة معناها المضاد illegal غير قانوني و legal قانوني impossible مستحيل possible ممكن insecure غير آمن secure آمن irregular غير منتظم أو منظم regular هو منظم inter تعني between interactive تفاعلي فأكتف هو نشيط interactive كأنك تقول هناك نشاط بين أطراف أو بين أشخاص معينين interactive تفاعلي international دولي فهذه الكلمة international عالمي دولي جاءت من inter بين و nation التي تعني أمة أو دولة يعني بين الدول عالمي international mega mega تعني very big important مهم جدا أو كبير جدا megabyte mega deal deal هي الصفقة وميجا deal صفقة كبيرة جدا megaton هي وحدة قياس المتفجرات فجاءت من megawatt وتعني مليون ton مليون ton نفس شيء مع megabyte وحدة قياس المعلومات حجم المعلومات فتعني million byte non كما هو واضح تعني not لا non payment non smoking مثلا smoking هو التدخين و non smoking هو صفة للأماكن التي لا يمكن فيها التدخين non payment يعني عدم دفع payment الدفع non payment عدم الدفع وتشير عادة للفشل في دفع المستحقات سواء كانت مستحقات كراءة أو مستحقات البنكية out out تعني يتجاوز مثلا do هو يفعل out do يفعله شيئا بشكل أفضل من شخص آخر I out I can out do you يعني يمكنني أنجزك أكبر أو أحسن منك out perform تعني نفس الشيء perform ينجز out perform ينجز بشكل أفضل يعني يتفوق على run يجري out run يجري أكثر من يتجاوز يسبق كلمة post وهي كلمة مهمة جدا يعني after بعد مثلا post election بعد الانتخابات post war بعد الحرب pre هي كلمة واضحات تعني قبل before prehistoric قبل تاريخي قبل التاريخ pre war قبل الحرب فpost و pre هما ناقضتين pro تعني in favor of يعني أن تكون مع أو مؤيد لشيء ما communist هو شيوعي pro communist مؤيد للشيوعيين pro democracy مؤيد للديمقراطية pro democracy re re تستخدم معادة مع الأفعال وتعني again مرة أخرى reconsider يفكر مرة أخرى أو يعيد التفكير consider هو يفكر مليا و reconsider يعيد التفكير redo يفعل مرة أخرى لأن do هو يفعل و read يفعل مرة أخرى rewrite يعيد الكتابة write يكتب rewrite يعيد الكتابة semi أو semi تعني half semi circle نصف دائرة circle هي الدائرة semi circle نصف دائرة semi retired هنا semi retired retired تعني متقاعد semi retired شبه متقاعد ليس متقاعدا تماما فقد تقاعد من عمل لكنه ما زال يزاول مهنة بدوام جزئي sub sub تعني under أو below تحت أقل من sub marine sub marine هي الغواصة وجاءت من sub و marine marine تعني بحري marine sub marine تحت البحر sub سحاران سب سحاران نستخدمها لوصف الدول التي تقع تحت الصحراء الأفريقية مثلا الكونغو يعني يقع في جنوب الصحراء sub سحاران تحت الصحراء super super تعني فائق أو أكثر من أو يتجاوز super hero بطل خارق super hero super model عارضت أزياء مشهورة جدا وصلت إلى مرتبة model هي عارضت أزياء عارضت أزياء أما super model عارضت أزياء مشهورة بشكل كبير tele tele تعني عن بعد at a distance متى أن أفكر في جميع الكلمة للتعاطف television television جاءت من tele و vision vision هو النظر أو المنظر و tele عن بعد فهو منظر يأتيك عن بعد telepathic telepathic تعني التخاطر telepathic تخاطري القدرة على إيصال الأفكار بدون كلام عن بعد تكون في مكان وتكون دائق قدرة أعلى إيصال أفكار دون هاتف دون أي شيء إليك فعلا هي تصف تصف شيء أخرى في غير موجود لكنها جاءت من tele عن بعد و pathic أو pathic باللغة اليونانية والتي يعني الشعور أو إدراك trans trans تعني عبر across transatlantic عبر المحيط الأطلسي transatlantic transfer ينقل transfer فالنقل يكون من مكان إلى مكان عبر مسافة ما لذلك نقول transfer ينقل ultra ultra extremely extremely ultra extremely يعني بشكل فائق بشكل أو إلى أبعد الحدود ultra compact compact نستخدمها لوصف شيء محشوف في مكان صغير compact أو شيء صغير جدا فيه أشياء كثيرة في الداخل الحاسوب الجديد الحاسوب المحمول is compact مقارنة مع desktop computer desktop computer ليس compact ليس محشوا بأشياء فيه فراغات في الداخل أما الحاسوب المحمول ليست فيه فراغات فكل شيء في داخله محشو أما ultra compact هو محشو بشكل كبير جدا ultra sound sound هو الصوت ultra sound موجات فوق صوتية أنت فوق قدرة الإنسان على سمعها and تعني remove يزيل أو reverse يقلب وتعني كذلك not لا undo دو دو يفعل and يلغي ما فعله and do pack pack هو يجمع and pack ضدها يفرغ ما جمعه happy سعيد and happy غير سعيد under under تعني تحت بالنذ أو أقل من less than under cook ويتبخ شيئا أقل مما يجب cook يطبخ under cook يطبخه أقل مما هو كاف underestimate يستخف ب أو يقلل في تقديره لشيء ما لأن estimate يقدر underestimate يقلل من تقديره لشيء ما وضدها هو over estimate up يعني make or move higher يحرك شيئا أو ينقل شيئا إلى الأعلى أو يجعل شيئا أعلى مما هو عليه مثل upgrade يحسن يرقي ينقل إلى درجة أعلى uphill يعني نحو الأعلى أو نحو أعلى التل لأن hill هو التل uphill نحو أعلى التل I am walking uphill أنا أسير نحو أعلى التل وضدها هو downhill سوف نقوم في الدرس أو الدروس التالية بالحديث عن أو مناقشة الكثير من هذه البادئات وصفكسس كذلك التي تأتي في نهاية الكلمة و سوف ندرس كذلك جذور الكلمات التي تقع في وسط الكلمة و ستساعدكم على معرفة معاني الكلمات حتى دون الإطلاع على معانيها في القاموس شكرا لكم على المتابعة أحبًا لكم على هذه الب ediyor